هل لو حنان ؟ فهل هو الأسى الذي معوله لكنه لا هنش فيهم وليسعونها وخانانة مع اولادك وحنة على أمك وخواتك يخصدا لا تستطيعون يطور عمره ويخليه ويخليه نفسك لكن هذا الشيء الأولام لكن الأخوة العزاس هل هو حق الوليدات وحق عمران اللي يمسكي اليوم صدمنا بواحد الكلمة اللي قالها بواحد الفيديو وتلفت له ساميرا او حاولت انها تقطع المقطع اللي فيه الجملة الاخيرة ديال بابا هنا شربنا معها العاصير هنا بابا اعطانا العاصير ولكن ساميرا مسكينا كماتها في قلبها وسكتت لانك تحاول تصبروا ليداتها اما الاب الحانون عايش بالطول والعرض اكلات على الاشكال وكل وحدة وتامانها كنها رغضة في شكل وعشة في شكل متتبعة في شكل خاطبة في شكل عروسة في شكل المهم الخط العزاز كان يشوفوا بانه عايش الحياة بالطول والعرض ولكن ما صير ديال 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 الوليدات شنود ديالهم انهم جواوا على الدنيا وشنود ديال ساميرا انها صالحت الوليدات وخلتهم يمشوا لاب ديالهم ويشوفوا ويدروا معا سلطة الرحيم ولكن الاب كأنه لم يكن الخط العزاز لا حياته لمن تنادي لما من الخط العزاز نعطيه التحية ونكمل الفيديو بزاف ما يتقال لانه كنشوفوا بانه عامران مسكين موحش الاب دياله ساميرا كتتحاول انه متبينش الاخطاء اللي كيدير ببهم او تكرههم فيه وهذا الشي شفنا في الفيديويات لان الفيديويات اللي شفنا معي ونسعة والتان في الاول ماشي هي الفيديويات اللي ولاد ديال الخوط العزاز في القناة دياله والدالي على هاد الشي ان المشاهدة طاحت وما بقاتش وهنا كنشوفوا بان دوك الوليدات هما اللي علوا القناة ديال مربوحة ورجعوا لها الروح ولكن كنشوفوا انه دفا المحتوى بح غير بلا بلا الخوية فقط كنها روجه جديد متابعة جديدة خطيبة جديدة زوجة جديدة خطبولي زوجون يديرولي يفعلولي عدو المحتوى اما الوليدات الخوط العزاز فقط كانت وسيلة باش يفتحوا بها القناة ويطلعوا بها القناة وتشيلي بنا لان الخوط العزاز دفا ما كتذكروش الوليدات ايه فعلا احنا يقلنا نخدم على رأسك ولكن ما نشي في هالطريقة هذي ان الوليد مسكين تواعد والوليدات كاملين تواعدوا دياليونس بان غاليدين في العطلة ومداهم شو عوضتهم الام ديالهم بديك المناسبة ديال الصديقة ديالها ولكن السيد مازال عايش الحياة دياله تطلر عرض مع الام دياله وانه احنا نخوط العزاز يعني كنقولها وكنعود ماشي ضد انه يمشي مع اباه ولا مع امه ولا مع اخته ولا ولكن خصوه ما ينساش وليداته لان ذوك الوليدات اراها كانت الفرحة كبيرة نهار اللي شفنا ايه اونس مع ولاده قلنا المياه رجعت لمجاريها على الاقل مع الوليدات ولكن انخوط العزاز بنبدلك يشوفو هات الفيديويهات والتي كانت توضح الحقيقة اللي كانت مخبيها ساميرا لان بزاف الناس كانت كنت تلوم ساميرا بزاف الناس كانت كنت تحط تقول لك هذيك الانسانة فقط غير باش تسعى وباش تساغل الظروف ديال ياسين ايه يونس يعني كتحاول انه ترد فيه اللوم و ترد رسها برئه ولكن الخوط العزاز الحقيقة بانت لان هناك نشوفو بان ساميرا لصافرا بان ساميرا لياها الزمس وليومس وليا كبيرا لانه ماشي ساهل باش نهاز زور بعاد الوليدات بل مرضى ديالهم وبالكتوب ديالهم وبالدراسة ديالهم وبالاكل ديالهم وبالصفر ديالهم هنا كيشوفو ان ساميرا مشات مسكين اليوم تشريط طابليات البنية ديالها بحكم ان ابنتها كيقول لها البنت عندهم طابليات جداد احنا ما بغينا شرط ديال عام الفايت وخبقيين زوينين احنا بغينا طابليات ديال هاد العام هادا ومشات كتنفد الطالب ديال وليدتها وش في المسكينة كيكتتتتعامل معا وكتحاول انا متخسرهمش لخاطر وكتحاول انا ترضي ولدتها كاملين وما تفرش بناتهم وما تقمعهمش ولكن هاد الاب هادا منهار دخل حيات هاد الوليدات شفناه شنو دار مدار والوائنا مدار واحد الحاجة منهار مشات تقدالهم من مرشان بستالاف درهم او لسبعالاف درهم هادك ستالاف درهم او لسبعالاف درهم ما لقاش ما لقاش سيد اللي من الضم باش غديش ديكت ديكت سبعالاف درهم ولي غاي عيشوا منها شهر او شهرين دوكلوليدات ولكن هو اش دوع طالهم في دقيقة واش اخوة العزاز برأيي ديالكم انتم اكو امهات وكآباء واش الفلوس هما الحنان اللا الخوة العزاز ارا الحنان ما كيتباع ما كيتشرا اراه عمران بالاخص عمران خصوا الحنان ديال الاب خصوا الصحبة ديال الاب خصوا التقرب من الاب ولكن ما كينش مع الاسف تقرب من الاب ما كينش يونس ما على بالوش ولادو يونس يعني اه فقد الحب ديال الولادو هو ما هو كي يقولك انا ما غاندوش ولادي وغاندي لولادي وغانفعل ولادي ولكن هاد شخصنا قولا وفعلا مازال ما تجمعوش معاو الاب ديالهم هدي جوج اسابع مازالين ما تنفضلهمش اه داك الوعد ديالهم اللي يعطاهم وقال لهم غالي غادي جيد يكون في العطلة ويعني داز السيمانة اللي فاتت لي كانت فيها العطلة وهدي السيمانة الثانية يعني عشرين يوم دازت ومازال ما شفش دوك الولادات ومعطاهمش حقهم اه على الاقل وكان ديت غير معك غير عم보ران حليا كنشوفوك بان نقدير جوالات جوالات باش تخدمها على قناتك ولكن والله ذوك الولادات اللي طلعلك القنات والله ذوك الولادات اللي طلعلك الي تر皇ffee ديالي الله كانت ماتت و كانت فنات و لكن بفضل ذلك الوليدات اللي سبارك الله الفيديو ديال عمران و الوليدات ره دربت 800 كا اجبت 800 كا للمياتك ارادة بك اجيب مياه مئتين قاعي لاجرتك و هذا الفيديو ديال الوليدات كل شي ضامن مع دول الوليدات و دخل كي صفق و يعني وعجبنا الحال كاملين قلنا على وعسى ربحنا القلوب و لكن الخوة العزاز كنشوف ان يونس ما مسامحش ما نساش الماضي ماشي ما مسامحش اما بزاف حتى يقولوا ما يسامح ساميرا لان ساميرا ده ببدا تقضي وضح الامور مثل الشمس يعني الخوة العزاز هنا كتبنى بان ساميرا هي اللي مضلومة و بان يونس هو اللي ظلم و عائلة دياله لان ساميرا كانت تستحقق حد ضغوطات كبيرة و كانت كتقاوم معيات ما تقاوم معيات ما تلبق ما لقات ما تلبق و دبا ما غاديش ترجع نفس السيناريو تأكدنا ان ساميرا ما غاديش ترجع لك ولو حتى انت تبغي ترجحها ما غاديش تبغي ترجع لك ايونس لان ساميرا ما غاديش ترجع للمعيش اللي كانت كتعيشها معاك يعني ديال الفقر و ديال القهر و ديال التمقسيس و ديال يعني تزقريم و ديال ابنات ما عنده بخير و كيدخل اطنان ديال الملايين و لكن يتزقرم على ولاده كي يخلي ولاده يمشي بصنات الميكا كي يخلي ولاده ما يقرأوش في بريفي كي يقرأو غيف العمومي اه خلى ديال ابنت جودية حتى كبرت عادة لا اسبوع مدلش مسكينة اسبوع اه تهموها انها سمحت فولادها بزاف ديال اتهامات توجهو ساميرا اللي حقا اه كنت كتخونو كانت كتخونو مع مع يعني مع ناس و جابت هديك البنت يعني في الحرام لاهدو و مشي ولاد خويا بزاف ديال اتهامات اللي توجهو ساميرا و لكن ساميرا كافحت و نضت و حاولت انت به الحقيقة و خاكت بقودك الناس بحال الله العظيم بحالك يبينو الباراء عليهم و لكن الحقيقة بانت كل شي توضح من خلال هالتصرفات اللي كيدير يعني هديونس هذا و المسئولية اللي يعني ما باغيش يكون مسئول على ولاده بهذا المفهوم هو ما باغيش يهز المسئولية ديالولاده و لو انك انت مطلق منها و لكن راها ربعات ديال الدرالي مسئوليتهم صعيبة راها ديك الولاد ما ولدتهم مش غير بوحدها بزاف الناس اللي غايش يقولوا لي يا لا كتشد نفقة ديالا اييه كتشد نفقة ديالا و لكن غير باش تهزي المسئولية و بلا فلوز و خيكونوا المصاريف الخوت العزاز راها صعيبة المسئولية ديال الدرالي الصغار و الله يعاون ساميرا على الحمل ديالها لان الحمل تقيل الخوت العزاز عليها و على اي مرة مكافحة لان الرجال بزاف ديال الرجال كيحسب لهم را الفلوس هم الحانان و لكن لا را و خطعت الوليداتك الفلوس و توفر لهم كل شي كيحتاجوا الحانان و الحب و العطف ديال الاب و ديال الام لان عيده ما تصفق شنخوت العزاز لانا ما كنتش الاب نتعاول معه الأم على تربية ديال الاطفال و القرآة و الدراسة و الاكل و الشرب و ليحصل الخوت العزاز و ما كن harvested الفلوس فالفلوس ما الشيه لانا الفلوس ما كتعود ش250 كما قد لكم والحب و الحانان ديال الأطفال لأن ذاك الوليد محتاج للأب دياله يلعب معه يخرج ويدخله محتاج أنه يكون في جنب راجل بيس يحس بالرجولة دياله ويكبر هو قوي كانت مننا أن نربي حن القلوب وحن نقلب يونس على وليداته هاد شي اللي كاين